مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة استمرار الغبار العالق أيضا استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة في معظم أجزاء المملكة وهناك فرصة لسقوط زخات رادية جنوب غرب المملكة مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل سرعة الرياح نلاحظ أن هناك نشاط في سرعة الرياح في المناطق الغربية وبعض المناطق الوسطى بتكون مثيرة الغبار وبعض الأتربي وطبعا تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل قليل الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء حارة في الرياض حارة في معظم مناطق المملكة حارة في الرياض ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض بحدود تقريبا 34 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة خلال الثلاثة أيام القادمة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة وكذلك في الرياض يوم الاثنين الحرارة العظمى 46 والصغرى 34 الثلاثة 46 والصغرى 35 ويوم الاربعاء العظمى 45 والصغرى 36 درجة مئوية إذن أجواء حر إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة لحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اسكاك 45-32 عرعر 44-31 تبوك 43-27 أجواء حارة في معظم مناطق المملكة أيضا المناطق الغربية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة المدينة المنورة 47-35 جدة 38-30 مكة المكرمة 42-31 الطائف 37-26 درجة مئوية المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا بوجه عام حارة نسبيا الباحة 31-23 أبهة غائم جزئي 31-21 مع فرصة لسقوط زخات رادية من المطر جازان غائم جزئي وحار 37-32 درجة مئوية المناطق الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة شديدة الحرارة في حفر الباطن والإحساء وكذلك الدمام العظمى في الدمام 46-32 حفر الباطن العظمى 48-34 والإحساء 49 العظمى المتوقعة والصورة 34 درجة مئوية أجواء شديدة الحرارة في منطقة الرياض والوسطى حائل 43-31 بريدة 45-33 والرياض 46 إلى 34 درجة مئوية مشاهدينا في المملكة العربية السعودية نتمنى للجميع السلامة وشكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله اشتركوا في القناة